موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك في الجزء الثاني من نصف نهائي بطولة FTX الطريق إلى مايامي في النصف الأول أو في الجزء الأول عرفنا أن رابور لاعب وي وأن المرشحين لم تجد نفعاً مع رابور ولم تمكنه من أنه يوصل للنهائي وانهازم من وي ما شفتش الفيديو؟ أسيب لك اللينك بتاعه في الايفو أو في الوصف تحت النهاردة معانا دودا اللي برضو جاي من المرشحين يعني فورما وليفن أرونيان اللي كان هيلعب في المرشحين ولكن ملوش نصيب مقدرش يوصل للمرشحين إلا أنه بصراحة أسطوري في نقالاته وفي تحضيراته بتاعت الابتتاح أسطوري هيلعبه مع بعض أربع مباريات رابد اتنين اتنين يلعبه حاسم تعادل اللي يجيب اتنين ونص الاول يصعد مباشرة على نهائي البطولة دي أحد مباريات الرابد استمتع خد وقتك في اللحظة بتحس ان انت مبسوط وسعيد كده والادرنالين والدوبامين والحاجات كلها كده زادت في جسمك اعملنا لايك لزيز ويلا بينا نبدأ الفيديو دودا يلعب بالقطع البيضاء بمنتهى الهدوء بيدق وزير بيدق وزير هلعب حاجة اتلعبه آلاف المرات اكتر نقلة بتتلعب على الدايتابيز مية تسعة وستين ألف مرة على الدايتابيز بتاعت ليتشيس سي فور الي هي الكوينز جامبت ممكن تدكلاين يعني ما تقبل هش تلعب E6 أو C6 ممكن تقبل البيضاء وتسيب الواسط تماما وهذا ما حدث فيه ارونيان محضر اللاين بتاع انه يقبل البيدأ ويسيب الوسط وبعد ما اي فورت لعبة يضرب الوسط تاني ب اي فايف هنا ده بدأ ببلاش وانت كلاعب اول مرة تشوف الكلام ده تقول طب ما انا حاخد البيدأ واستحمل الضرب هو في ايه يعني لو اكلت لو اكلني انا يا عم حاكل لو كان من انتشار عاوز البيدأ انا هحمي البيدأ لو اداني كيش انا حغطي يبايت طويل انا حغطي خب بالك ان دي احسن نقلات بيرشحها الانجين الابيض كل نقلات انا بجيبها دي بس فيه فرق جامد جدا في الانتشار ما بين الابيض والاسود دلوقتي ايه فايف الفكرة انك لو كلت اكل بالبيدأ وما خلكش تطلع هنا تبقاش مبسوط فيه تفوق قرب لتلاتة للاسود في الشكل ده تخيل نتيجة ان هو مت كربس البيدأ ده على الفكرة ممكن يتحمى كمان شوية ملتاش عارف تاكله عشان انت مربوط طب انا مش هاكل مش هاكل انا هلعب نايت اف ثري عادي جدا عليها عليها اف فايف لو اكلته مرور عشان تحافظ علي بادئك فانت بتساعده ينتشر والرجل فعلا بينتشر كوينجسي 2 نايت بفور بكيش تستخبه اكلت بيدأ على الهواء تاكل هات قطعة ارجع اخد متات انا بديك احد اللاينات اللي ممكن تحصل ان تخلفك في الانتشار ممكن يخليك تقع في موقف يعني لا تحسد عليه اوكي ولذلك اللاعب الكبار اللي زي صاحبنا دو ده طبعا مخدش البيدأ وانما لعب اول نقلع الداتاباز نايت اف ثري بيشب بيفور بكيش حاضر نايت سي ثري ممكن على فكرة تقفل بالبيشب برضو وماتش عادي فاهمي لهو عادي ماتش اسفار عالانجين ولكن اختار انه ما يكسرش الفيلة من بدري لانا هكمل انتشار بالحصان والدنيا تمام بيدأ في بيدأ اكل بالحصان واتلعب هنا نقلة هي باستموف على الانجين نايت دي سابن واحد يقولي طب ملعبش دي ليه يعني علشان دي بلندر فيه تهديد واضح جدا بالكيش اللي هنا واكسب القطعة ولكن عليها نايت هنا ففي اكل الاول بكيش تكل بالبيداء بعدين ياكل القطعة بتاعته وتلعب برشب اي ثري تمنعه من التبييد جدير بالذكر ان هذا البيدق لا يؤخذ نتيجة ان بعد ما تاكل في كيش جندة جدا هنا وممكن ياخد الرخ او ااكل الحصام اللي نفسك فيه خدو فامتياز الفلين والبادئ الوحشة هيعوض عن الشكل يعني عن التأخر شوية في التعبئة بتاع الابيض شكل بصراحة وحش قوي للأسود اوكي ولذلك نايت دي سيفن تلعبت معاتش فيه الكش دلوقتي بيشيب تيكس اخر البيدأ بتاعه والحصان كمل انتشار تبيت تبيت ثم هناك تهديد واضح الان الا وهو بيشيب تيكس بون تيكس ونايت تيكس ياخد البيدأ ممكن يحمل البيدأ ده ازاي طرق عدة اولها على الانجين F3 احمل البيدأ بهذا الشكل بعد نايت E5 ترجع كده يربطك تطلع بالفيل وعادي مطش يكمل تفوق 7 من 10 دا الابيض ولكن دو ده اختار انه يرجع بالحصان هنا بحيث لو كانتيني اكل بالحصان وافضل حامي بيداء الوسط جميل جميل فارجع بالحصان كده فعلا نايت E5 هات لو سمحت الفيل انا بلعب مطش رابد مش عاوز ارجع في ال E2 فارجع في ال B3 خلاص ام ال E2 مش فاضي اصلا الحصان رجع حامي دلوقتي يعني غطاه خلاص احتل المربع فال B3 هي النقل المنطقية دلوقتي ثم C6 ممنوع تنطلي بقى بالحاجات دي وبتاعه هنا صاحبنا دو ده اختار بصراحة ليس الاحلى ليس الاشيك ليس اي حاجه اختار خطه انا شايفها خطه يعني بتاعت مبتدي انسي كهو 2700 وما يصحش اقول عليه كده وكلام كله جميل ما قلناش حاجه بس انا بحبش الخطه دي بحيس انها too ambitious طموحة جدا وبتعمل اضعافات وراها كتيرة جدا اختار H3 وعايز يلعب بعدها F4 H3 طبعا بتنع الحصان من انه النط هنا يعني برا ما يلعب F4 على طول الحصان النط في كرشو واخد بالك باكه الفيل هيجي ويخش وياخد الكرشو وابتاع قالك لأ نقطع الطريق كده واخد بالك وبعد QA7 ما احناش مكسرين ألعب F4 ولكن ده سمح دلوقتي باني اسخف على الوزير هات وزيرك وقف في فيديو وفكر تعمل ايه لو انت مكاد الأبيض في الشكل ده في نقلة وحيدة تخلي الشكل صفار زي ما هو وفي نقلة تالية ممكن تخلي المطش يقلش منك عملت like انا بسأل بس في النص يعني اعتبروا الروتين يعني ما تزعلش مني يعني ما حصلتش حاجة يعني ماشي ماشي QC2 اتلعبت وديبلندر ولكنها تبدو الاكثر طبيعية It's very natural يعني ان طبيعي قوي اننا نمشي بوزيري يعني عمل ايه طيب ما هو وزيري مطلوب قال لك لا الصح تلعب وزير في رخ وبعد ما يأكل تأكل الحصان وعايز ناخد الحصان الثاني والفيل مع الرخ يعمله شوية مشاكل على الف 7 والشكل يعني يقول الى التعادلية ولكنه بصراحة not human شكله مش بناء مش بناء ادم اللي بيلعب الكلام ده أوكي ولكن لا QC2 QC2 سمحت يعني كانت القشة التي قسمت ظهر البعير أرونيان تحول الى وحش كاسر وضمر الخطة الفشلة بتاعة H3 في F4 دي تماماً كان الافضل من ال F4 اصلاً انه يطلع بشب E3 يمسك الوطر ولكنه ما عملش كده طبعاً ده مطش عادي بشب بشب تاكل ااكل مطش مطش عادي فاهم اللي هو كل واحد يجيب قطعه ونكمل عادي لعبة عادي ولكن الوطر ممسوك بالفيل دي حاجة مهمة جداً طريقة اخرى للعب هذا الشكل بدل من يطلع بفيل لو طلبك دلوقتي QC2 عادي جداً مفيش حاجة مهما فيش فيل بيرجع يديك كش ولا اي حاجة الامور عادية وهادية نعمل سايلونت للباشا مش عادي المشاكل ولكن F4 يا خبر مش ده مش ده يا خبر فبعد ما طلبه ومش يوديه له الكش للاسف متعرفش تطلع دبالاش هتضطر تمشي وبدأت التاكتكس تظهر حصان يرشق في حماية الرخ اللي جاية عاوز ايه عاوز الكشات دي طيب يا سيدي E5 ايه فايف مين؟ ده انت كده مش شايف حاجة خالص حصان على الهوى اه احنا بتوع الهوى واخبالك ادي لو كانت طبعاً بتاخد مات فواحد على طول من هنا بتهيقلي كش مات خلاص مات اوكي عشان الفيل ما ما ينفعش يتاكل طب نعمل ايه قالك دعب 9 E4 هاتلي يا ابني الفيل الجامل اللي ماسك الوطر ده وكمان احميلي الكاشات اللي بتيجي من هنا يلعب له ايه ارونيان واقف فيديو وفكر تلعب ايه هنا نقلة يعني غريبة الشاكي بمنتهى البرود بشب F4 F5 مازال الاكلة ممنوعة عشان المات وهات الحصان طب افرد انا خدت الفيل الجامد بتاعك ده تاكل الفيل مين يا دي يا دي واخد بالك لا فيه كشي هنا يا دو وزيرك يروح ماينفعش طيب اعمل ايه بستموف على الانجين ولكن للأسف تفوق اربعة وضص هاتل فيلي يا عم الجامد ده وحميت ايه وحميت وزيري وحميت الحصان التاني قال له كش خد بالك ان الكش دي ممكن يتلعب عليها روك تيكس ياكل بكش تاني وكينج ايج تو وبعدين ياكل ياكل بصراحة الاسود كسب هنا فرق فيه تفوق ثلاثة للاسود ولكن يعني المطش يتلعب يعني ممكن يكمل معرفش هيكمل ازاي يمكن امتياز الفلين ينفعه بس ثالي بعد النقلة دي ماش موجودة اصلا طب والله يعني هو تفوق ثلاثة اه بس يعني المطش ممكن يكمل انما اللي حصل في المباراة كان كارثة انه اكل بالحصان وسب وزيره فباش تيكس هات هات انت هات هات الرخ هات الحصان وهات البيدأ الحصان مشي ويقوم لعب له ايه هنا F5 لو كانت مرور انت سبت حصانك ببلاش وبالتالي ما ينفعش اكو المرور اصلا Knight takes Queen takes Knight F2 هات الرخ مرضاش يسيب الفايل اللي انه لو كان البيدأ برضه تمام ما فيهاش مشاكل خالص ولكنه مرضاش يسيب الفايل الرخ التانية جدت وجوازنا على الفايل Roxy 4 هات الوزير والوزير مشي والابيض بص ملقاش عنده اي لعب فانسحب 25 نقلة انت عانيه تغلب دودة تقييمه فوق 2700 ف25 نقلة انت تنين مجنح وهو فعلا ارونيان جامد جدا ام عايز اقول لك النتيجة اللي حصلت بينهم اول مباراة كانت تعادل ثاني مباراة ارونيا ندالو ثلاث مباراة اتعدل وربع مباراة ارونيا ندالو وهي دي كانت رابع مباراة بين ايديك لو عجبتك اعمل لايك لازيز اشترك عندنا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة